هنا الشرق الأوسط حيث نجد إيران وانتهاكاتها قد يكون استهداف ناقلات النفط في خليج عمان آخير جرائم إيران لأمن المنطقة والعالم ولكنها بحكم التاريخ لن تكون الأخيرة في ظل طموحات إيران بمزيد من النفوذ وامتلاك أدوات الضغط على العالم بالقرصنة وزعزعة استقرار العالم هذه الطموحات وجدت لها خطط للتنفيذ على الأرض بإرسال تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها العسكرية فيري في حلب واستقدام مريشية إسناد إلى قاعدتها في قرية حبوب مصحوبة بتجهيزات متطورة من أسلحة وذخائر وصواريخ قصيرة المدى هذا فضلا عن عدد آخر من القواعد في سوريا ترسم إيران خريطة نفوذها في سبيل وصولها للمتوسط وعلى الجانب الآخر فإن نفوذ إيران في العراق يتمثل بميليشية أصبح المراقبون لا يحصون لها عددا ولا اسما تمثل الدعم اللوجستي والبشري لبقية الميليشيات في اليمن ولبنان في طوق أصبح خانقا لا على دول جوارها العرب فحسب وإنما على مصالح العالم التجارية والنفطية طوق إيران الذي فرضته على المنطقة قابله محاولات أمريكية لكسره فقد أعلن قائد المنطقة الشمالية جنرال أوري غوردين أنه بحث مع قادة القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا الجهود المبدولة لمنع تموضع أدرع إيران وتثبيتها أكثر في المنطقة وعلى الرغم من تعرض مراكز تلك الميليشيات سواء على الحدود العراقية السورية أو في وسط وغربي سوريا وحتى شماليها لغارات جوية توجه فيها أصابع الاتهام لإسرائيل التي نادرا ما تتبنها إلا أنها لم تصل لقطع أدرع إيران وإنهاء حالات القرصنة وزعزعة أمن دول الجوار ومصالح العالم التجارية في أحد أهم الممار التجارية في العالم فالعقوبات الغربية والإدانات الدولية المستمرة على إيران أثبتت عدم جدوها في ظل الحدائق الخلفية التي أوجدتها إيران في العراق ولبنان وسوريا واليمن للتهرب من تلك العقوبات وتخفيف وطأتها على مشروعها الداعم للميليشيات المزعزعة لأمن المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر